اذا كان ايضا نبحث على دليل اخر ان هؤلاء لن يستطيعوا حلوا مشاكل جزائرين ها هاهم اليوم مجموعة من الجزائريين في وغران ومحاولات الانتحار لماذا؟ لانهم هاهم مكان قصديري فوضوي كما يسموه وهم بعثي لهم الشرطة هنا وكانت النساء طايحة والولاد والضرب والسب وحاول بعض الشباب ان يقطعوا يديهم كاين يحاولوا ان يرموا نفسهم من بعض الاماكن العالية لماذا؟ لانه باختصار بسيط ما كاش بديل جاوا هدموا لهم المكان اللي ساكنين فيه قصديري فوضوي لكن ما كاش تهدم تعطيلهم لا اهدم وخلي الأوسر يطرموا برا ليجي يهدم ناس وين ساكنة حتى ولو كانت فوضوي ما يعطلهمش البديل ماذا يريد لهم وش حوس؟ يعني ان انسان يبقى بلا سكن كاين يعد محظوظ ممكن يلقخوه او يلقختوه او يلقموه ولا يلقباباه يروح يكوفري عنده ايام او اسابيع وكاين من الاغلبية يبقوا عايشين في ميزيريا كحلة يعني في ميزيريا كبيرة كبيرة وفي كثير من الحالات تفتت الاسرة اذا كان الشاب مولى 16 او 18 ممكن يروح اذا كانت بنت في هذا العمر ايضا ممكن تروح يعني مرات ما يلقوش يعني الاسرة ما تلقوش ما عندهاش سقف ما عندهاش غرفة حتى تقعد تحتها فهذا النظام اللي يهدم للناس غرف القصدير اللي عايشين تحتها بدل ما يعطي لهم بديل مش نظام هذا فوضى هذا عصابات والحقيقة مش هذون فقط ندرك نشوفوا اخرين يعني اللي هما اشتركوا في القناة القادولة القادولة قوام بودع القادولة طفلة صغيرة في هذا السن تعيش حاجاتها تقدر تركب لها كل الأمراض النفسية وتعيش بها ربما طول عمرها يعني هذون المتعاقدين مع السكنات عدل قالوا لهم الخميس توزع السكنات راحوا ولقاوا الشرطة في انتظارهم ولقاوا الشرطة في انتظارهم هذه في وهران على ما يبدو من أو من الغرب على ما يبدو من اللهجة يعني إذن هناك شعور عميق وقناعة راسخة الآن كل يوم تتأكد هو أن هذه الجماعة لن تستطيع هذه الفوضى الحاكمة في البلاد لن تستطيع تحل المشاكل الجزائريين مشاكل بسيطة حتى ما راش نتكلم عن المشاكل الشديدة التعقيد ما راش نتكلم عن المشاكل الدولية ما راش نتكلم على الصراعات ما راش نتكلم على الأطماع اللي راي في بلادنا وهذه العصابة راي تعاون على هذا الأطماع ما مش تكلموا لهذه راي تكلموا على قضايا أحيانا مربوطة بالداخل يعني قضية السكن مثلا هذا اللي يعانوا منه ملايين الجزائريين هذا قضية مرتابطة بالداخل يعني يعني عندنا ملايين الناس عاطلين عن العمل عندنا أراضي شاسعة جزائر هي عاشر بلد من حيث المساحة في العالم عاشر بلد يعني واحدة من أكبر بينما نحن في عدد السكان فقط رقم ستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين فيما أعتقد أكبر مساحة عربيا أكبر مساحة إفريقيا تقوم ببريطانيا ثمان مرات مثلا بريطانيا العظمى أو مع ذلك عندك ملايين الناس عاطلين عن العمل عندك ملايين الهكتارات عشرات الملايين الهكتارات اللي ممكن تستخدم في السكن وفي الزراعة أو مع ذلك الناس مش ساكنة ومو يشبرك في الشمال يعني تروح البشار تلقى مشكلة السكن تروح الأدرات تلقى مشكلة السكن تامراست ورقلة لغوات بسكرة سعيدة هذه كلها مناطق صحراوية أو شبه صحراوية والأراضي ممتدة هناك والناس أرفد بالآلاف الشباب اللي ما عندهوا الشغل والرملة موجودة الحجار موجود الماء موجود الإسمنت راهم يقولوا الآن راهم حتى راهم يقولوا يصدروا هما طبعا هذا كلام كاذب يعني يعني كاين كل الإمكانيات يعني ممكن تبقى حاجة وحاجتين اللي الناس ممكن تستوردها ممكن ما عادلك حتى الاحديد حتى الإسمنت حتى موجود كيفاش تكون كاين عندك مشكل سكن تدرك الوكان جيت انتاسا غافورة مثلا مساحتها أقل من 700 كم مربعة يعني الجزائر تدريبها 3300 مرة ممكن كون جيت الهند مساحة أكبر مرة ونصف من الجزائر لكن عدد السكان أكبر 30 مرة من الجزائر أكثر من مليون ومئتين أكثر من مليار ومئتين مليون ممكن لو كان جيت بنغلاديش عدد السكان أكثر من الجزائر بربعة مرات أو قريب خمس مرات وجاية في أماكن كلها عبارة عن أمطار ووديان ومنخفضات وممكن مشكلة كون جيت في غزة مساحة ضيقة جدا 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 وفيها 2 مليون ممكن ما عندك سكن الناس ممكن لكن أن تكون في بلد هي عاشر مساحة في العالم وعندك ملايين العاطلين وعندك الماء وعندك الأرض وعندك وتكون الناس عندها مشاكل سكن مشكلة مشكلة تزيد مش فقط عندها مشاكل سكن في الصحراء الناس تسكن في العمارات المفروض كون جينا في دولة دولة بالفعل تحت تاع شعب في الجنوب خاصة عادي جدا تكون عندك قطعة أرض تاع ألف متر فيها مئتين متر للفيلا أو للبيت وثمانمائة متر للحديقة عادي أمكانيات هذه فيها طبعا لي يقدر يناقض هذا الأشياء يروح يشوف في أمريكا مثلا سبا المثال كاليفورنيا أو يشوف أستراليا اللي هي في الغالب أراضي صحراوية مثلا كيفاش الناس عندها يعني إذا بعد الشواطئ وتدخل الداخل كيفاش الناس في هذا الصحاري الكبرى كيفاش عندها لرنش كيفاش عندها يعني هايشين بالرغم أنه بعض الصحاري قد تكون أقصى من الصحاري التانى يعني الصحراء اللي هي تقدر تحسبها من لغوات إلى ورق لا تبقى صحراء محقولة جدا يعني أقرب إلى وحات فعزيز منها إلى صحراء ومع ذلك في صحاري لا تقل صعوبة سواء في بلايات المتحدة أو في أستراليا أو حتى في الصين ومعمرة وقايمة وفيها نهضة كبرى وفيها شيء هائل وشنو الفرق؟ عقول من يحكم عقول من يحكم هو اللي يحول لك الصحاري إلى جنات أو يحولها إلى جحيم أكثر مما هي من حيث الطبيعة عقول من يحكم هذا هي الإشكالية في الفيديو هذا اللي شنا من قبل المتحدث يقول غضوة الحرك غضوة نروحو نعم إخوان الحرك هو الحل بالحقيقة الثورة الشعبية هذه ثورة شعبية اختلفوا الناس في التسميات أنا عارف أن العصابة ما تحبش كلمة ثورة تحب كلمة حرك إذن الحرك والحل ثورة الشعبية هي الحل ثورة شعبية السلمية هي الحل لماذا؟ لأنها كلما خرج أكبر عدد من الجزائريين وخرجوا بطريقة حضرية وسلمية وزادوا في الأيام وزادوا في الساعات كلما ذاقت الأرض على هذه العصابة ويؤدي بها في النهاية إلى الانهيار وإلى الرحيل مفيش حل إلا الضغط الشعبي اللي يطيح بهذه العصابات لأن البدائل كلها مؤلمة ومؤلمة جدا أن تبقى هذه العصابة عارفوا نهاية الجزائر إذا بقات لقدر له سنوات أخرى وما نقولهاش من فراغ دارت نقدم لكم كل الأدلة يعني خاصة مع الاقتصادية والاجتماعية أن يخرجوا ناس يبلغ بهم الغضب ويحملوا السلاح فهي كارثة أخرى نرجع للتسعينات أو نروح للسوريا أو وإلا الناس ما يلقوش حل ما كان حتى حل يزيد اليأس ويزيدوا الناس اللي هربوا في البوطي ويزيدوا الناس اللي ينتحروا ويزيدوا الناس اللي يرحوا المخدرات هي أصلا البلاد الآن رأي في وضع صعب جدا لكن لو كان لا قدر الله يكون يستمر اليأس أو يفشل الحراك وميحققش نتائج رح يكون يأس مطلق لا قدر له وتكون كارثة بكل معاني ولذلك الانخراط تعد أكبر عدد ممكن من الناس الانخراط زيادة الأيام زيادة الطرق تعد الضغط دائما في إطار سلمي هذا ضامن بإذن الله أن يتحقق المقصود وهو الضغط عليهم للعودة إلى الثكانات الشعب لا يريد بيهم شرهم الشعب فقط يريد أن يقرر مصيره في بلاده خلينا نسمعوه ما وش يحبوه ونسمعوه الشعب يقول في لحظة من لحظات